اكد اسمه الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة رئيس الهيئة العامة لرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية اكد اهمية الاستمرار في تنظيم المزيد من الفعاليات الرياضية المحلية وان تكون الرياضة حاضرة وبقوة في البرامج المجتمعية لتعزيز الصحة وجودة الحياة لبناء مجتمع قادر على تحقيق التنمية في مختلف مجالات الحياة جاء ذلك لدى حضور سموة سباق الجاري الرمضاني لمجموعة جي اف اتش لمسافة عشر كيلو متر برعاية كريمة من سموة واكد سمو الشيخ خالد بن حمد اهمية اقامة مثل هذه السباقات من قبل شركات القطاع الخاص لتشجيع المنظفين وكافة افراد المجتمع على ممارسة الرياضة وبالاخص سباقات الجري والمشي لما لها من اثارا صحية واجتماعية على كافة افراد المجتمع بالاضافة الى ما تخلقه تلك المنافسات الرياضية من اجواء ترفيهية وتروحية تسهم في تنمية وتقوية الروابط الاجتماعية بين المشاركين واشهد سموه بالتنظيم الرائع لسباق الجاري الرمضاني لمجموعة جي اف اتش وما شهده من اقبال جيد للمشاركين وتنافس رائع الامر الذي يعكس وعي مجموعة جي اف اتش بأمية الرياضة من اجل الصحة وجودة الحياة وخلق مجتمع منتج وفعال وذلك في اطار الحرص الدائم للشركة في تبني مثل تلك البرامج هذا وانطلق السباق الرمضاني لمجموعة جي اف اتش اول مرة في عام 2019 وتعتبر النسخة الحالية هي الثانية وحضيت بمشاركة حوالي 500 متسابق ترجمة نانسي قنقر